السلام عليكم الوليم المشوية صارت إدمانا وكل فترة لازم نروح نسير عليه لأن اللحم ذايب ومتقمر صح والرز نثري ولذيب بنحط شوي دقوس وطحينية بيطلع معك شي رهيب ذات الطحينية عندهم ضروري تطلبونها والبامية جربتها مرة وصرت أخذها كل ما جيت مما أعطيه طعم حلو مكان جميل ومرتد في فرع النزهة وعندهم أكثر من فرع بالعافية عليكم السلام عليكم أقوى مطعم من ناحية سعر وجودة فتحه وفرع جديد من البلاك أنقوس ضروري تطلبونها والدجاج عندهم رهيب متأكد بترجعوا له تأخذلك السلايدر بعد احتيار والفرايز بالجبل مع قطع الدجاج ولا غلطة وهذه تجيكم محشية لحمة بريسكة مدخن ومغرقة جبل والربيان مع التتبيلة والصوص طلع شي قوي والبراوني بودنج أتوقع ما بتذقون حلاء لذ منه موقعهم بالعزيزية بالخبر وبالعافية عليكم السلام عليكم هبة الفلات برقر صارت موجودة عند مطعم ردك وانصحكم تخلونها ضمن طلباتكم لأنها رهيبة والخبز المحمص مسوي جوحل والحين نخش على السيراتشا برقر والشكل قدامكم يحكي كيف الطعم ولا غلطة الكلاسيك برقر الدجاج فيه كان كريسبي ومناسب مرة للي ما يبون اللغوصة وهذا اللي قدامكم شاورما فرنسي كمية لحم راهية داخل خبز البريوش كانت تجربة جديدة ورهيبة وإذا تدور وجبة اليوم المفتوح عندهم وجبة للشيت ميل توقع واضح ليه اسمها كذا برقر عملاق داخل كل شيء من حلقات بصل وصابع موزر الله مطعم يستاهل التجربة وبقوة نوقعهم على شارع عمر بن عبدالعزيز بسيهات السلام عليكم أربع أصناف برقر موجودة بس في هالمطعم لأنهم ما يحطون إلا شيء يعجبكم وأول شيء نكهة العسل السبايسي صدقوني بتذوقون شيء جديد وقوة السموكت هو السيجنتشر عنده تصب عليه سوس السبيشل ضروري يكون ننظم طلب والمحبين الماشرو مشيكوا على المنظر والطعم لا يفوت وآخر نوع هو البصل المكرمة والفرايز سموكت من وجهة نظري هذا أقوى فرايز قذك تقدرون تطلبون من جاهز بتوصيل مجاني أو هنقر ستيشن بتسع ريال السلام عليكم اليوم طلبت من الترب برقر مطعم سحابي وأول شيء جربت الشيزي برقر مغرق جبن وداخلها صابع موزر الله وجديدهم منزلي لكم بوكس ستريبس أربع قطع مع بطاطس وخبز وصوص بسعر جدا مناسب والسيقنتشر عندهم تجيكم بالشكل هذا مع الصوص وتحميصة الخبزة كانت رهيبة استغلوا التوصيل المجاني بذاشيفز وبريال واحد من هنقر ستيشن ومرسول والحبين الدجاج الميبل ضروري تجربونه ونختمها بالفرايز مع الجبن وقطع الهلبين وبالعافية عليكم السلام عليكم اليوم رح تشاور مر عشان أجرب الصبة وخفت معها الثوم العادي والحار أبدأيا كذا الحجم كويس والكمية راه بس طعم البهارات على الدجاج كان طاغي الثوم الحار عجبني ما أعطي نكهة حلوة بطاطسهم حلو للأمانة طعم جيد بس ما يستاهل الضجة الكبيرة وبالعافية عليكم السلام عليكم اليوم رح تمحل عصائر مودي وأول شي جربت الميني بانكيك حطيت نص لوتيس ونص نوتيلا كان ميكس رهيب ونوتيلا عجبني أكثر والحين نخش على الكنار وهذه تجيكم محشية نوتيلا وصبيت فوقها الشيرة وزدت بعد شوكولاتي على الوجه كان شي رهي والنوع الثاني كانت سادة وقررت أحط كل الصصات اللي عندهم من كندر ولوتس ونوتيلا ضروري تجربونها وآخر نوع محشية قشطة وهذه أكثر واحدة عجبتني من العصيرات عندكم العرايسي متميزين فيه لازم تجربون وانواع ثانية مثل البلاك بيري والامبراطور حاليا عندهم عروض حلوة الحقوا عليها موقعهم على شارع الملك فهد مقابل المجدوعي بالعافية عليكم السلام عليكم مطعم فولو متميز بعدة أمور وأولها الديكور الجميع والفولو برقر يجيكم الدجاج الكريسبي ومعاه قطع ناتشوز لايفوتكم والكلاسيك داخل المخلل والصوص الخاص فيهم محبين الكلاسيك متأكد بيعجب واللحم عندهم نوعين الكلاسيك والماشروم الكلاسيك كان رهيب وجوسي والمحبين الماشروم تراه مليان ماشروم والميزة الثانية في هالمطعم الأطباق الجانبية عندهم جدا متميزين فيها وجديدهم منزلي لكم فولو فرايز اطلبوه على ضمانتي حلقات البصل كرات الجبن كل واحد أحلى من الثاني موقعهم بالخبر بالعليا وبالعافية عليكم السلام عليكم اليوم جربت واحد من ألذ اللحم من مطعم ملك المكتوب واخذت الصحن هذا وزي منتو شايفين المنظر الرهيب فعليا اللحم ذايب ويستخدمون تيوس بلدي وحتى الرز رهيب ونثري وفيه نكاة حلوة ضروري نحط شوي منصوصاتهم ولبن بالخيار وآخر شي تاخذلك من الخبزة وتحط عليها كم قطعة لحم وتغمسة بالصوص أضمن لك بيكون من أفضل مطاعم اللي تجرب فوق هذا أسعارهم مناسبة موقعهم بحي الشعلة وبالعافية عليكم السلام عليكم اليوم جبت لكم مطعم سحابي قوي والتوصيل بريال واحد بس من هنجر ستيشن ومرسول مجاني بتطبيق ذا شيفز أخذت الأولد سكول والدينجرس والدبل بيف وأكثر شي عجبني الدبل بيف والدينجرس تتبيلة اللحم مرة رهيبة والذوب معه واللي يميزهم بعد يستخدمون خبز أوروبي تجيك الخبزة طريية والمحبين الدجاج لا يفوتكم للميبل للطلبات الجانبية الكاست فرايز لازم تطلبونا مغرق صوصات يبيعجبكم وخفت بعد حلقات البصل وكرات البيتز بالعافية عليكم السلام عليكم إذا مشتهي أكل هندي رافتار هو المطعم المناسب لأن المكان شرح ومرتب وأول شي جربت البرياني الدجاج يجيكم بالشكل ذا وكان ولا غلطة وهذه المالاية تكة رهيبة وراهية والسكنتشر عندهم السمبوسة يا جماعة ضروري تطلبون كاري اللحم يذوب معك تغمسه بخبز النان صدقني بيعجبك وهذه صلطة رافتار جرجير وفراولة وزيتون وغيرها صب عليه صوس التوت لا يفوتكم موقعهم بالخبر شارع المير تركي بالعافية عليكم السلام عليكم يقولون مطعم المضياف عندهم أفضل مضي طلبت حبة ونوعين رز رز الأبيض البشاور ورز البرياني فعلا ما شاء الله الأكل كان ولا غلطة لذيذ والرز نيثري واحلى شيء إنه خفيف على المعدة وما يغف وبعد لا تنسوا تطلبوا البامية من عندهم لأنها رهيبة مع رز البرياني صار مكس رهيب المكان مرتب ونظيف والموظفين محترمين وخدمتهم سريعة كنت في فرع النزهة وعندهم أكثر من فرق بالعافية عليكم السلام عليكم مين باقي ما جرب عليك تلكاجو من أبو هلا صدقوني ما بتندموا بس لازم تقولوا لهم يكثروا القشطة والنستلة عشان تجيكم مغرقة زي كذا الكاجو بعد معطي طعم رهيد عندهم الحجم الصغير بـ 24 والكبير بـ 36 وبالعافية عليكم السلام عليكم إذا ودكم بوكس حلاء رهيب وينفع للجمعات مالكم إلا تريت حشوتة رهيبة وخفيف تاكل حبة وراء الثاني ضروري تجربونا صدقوني ما بتندموا موجودين بتطبيقات التوصيل ونقاط البيت مثل قطوف وحلاء وبالعافية عليكم